الحديدة ما ان تتحرر منطقة فيها الا وسارعة الميليشيا بقصفها واستهداف المدنيين اكثر من 20% من اراضي هذه المحافظة البحرية تم تحريرها من قبل الجيش الوطني وباسناد تحالف دعم الشرعية لكن الميليشيا الحوثية تبدأ بنصب مدافع جوار اي منطقة تتحرر بشكل شبه يومي يسقط العديد من المدنيين بين شهداء وجرحى بنيران الميليشيا خصوصا القصف المدفعي كما رصدت مصادر اعلامية اكثر من الف ضحية بين المدنيين وتعد الالغام التي زرعت الميليشيا عشرات الالاف منها في حيسي والتحيطة والدريهيمي وجنوب مدينة الحديدة اكبر عائقا للمواطنين والاسر وحصدت الالغام ارواح المئات وجرحة اخرين خصوصا تلك الاسر التي تحاول العودة بعد النزوح هذه الانتهاكات التي تضعفت على سكان القطاع الساحلي جعلت استكمال تحرير المحافظة ضرورة حتى تنتهي معاناة القصف اليومي الحوثي عشرات الالاف من اهالي الحديدة لجأوا للنزوح بعد تهجيرهم من قبل الميليشيا الانقلابية فيما نزح نسبة منهم الى تعز على الرغم من الدمار والقصف الذي تتعرض له يعيش سكان الحديدة بين قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية والغامها فيما نزح البعض منهم الى تعز التي تعرضت لدمار كبير بنيران الميليشيا ذاتها بلالصبر الاخبارية تعز